معاهدة كويرنال للتعاون هل تطوي سنوات من الخلاف بين إيطاليا وفرنسا؟ الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون الذي وصل اليوم إلى العاصمة روما يسعى من خلال هذه الزيارة إلى رسم مرحلة جديدة في عمر العلاقات بين البلدين فبعد الصدام والتنافس الإقليمي يرى مراقبون أن الاحتكام للربح المشترك من خلال التوافق على خطوط عارضة خاصة ما تعلق بقضايا الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الملفات الخارجية التي تلتقي عندها المصالح الفرنسية والإيطالية على غرار الوضع في الساحل الإفريقي والأزمة الليبية المعاهدة تعطل البت فيها سنة 2018 أيام حكومة جوزيبي كونت الأولى بسبب توطرات دبلوماسية بين روما وباريس إثر اتهام وزير الداخلية آنذاك فرنسا بإفقار إفريقيا واصفا ماكرون بأنه رئيس بالغ السوء على خلفيات ملف المهاجرين ومعركة النفوذ بليبيا خاصة بالإضافة إلى اجتماع نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق في فرنسا مع قادة حركة السطرات الصفراء فرنسا قالت في مسعها الجديد إن هدفها يتمثل في دفع شركائها الأوروبيين لتحمل مسؤوليات أكبر بشكل جماعي والمرور إلى مرحلة اتفاق داخلي بدل العداء وفي ذات السياق وصف أمين سر الشون الأوروبية الذي أطلق الاتفاقية الثنائية الإيطالية الفرنسية التي قادت إلى إبرام المعاهدة وصفها بأنها حقنة ثقة وآدات لجعل التكامل الأوروبي أكثر صلابة هي مساع فرنسية لإعادة رسم خريطة تواجدها أوروبيا وما ينجر عنها من نفوذ إقليمي خاصة مع بوادر انفراج الأزمة الليبية التي طالما اتهمت فيها باريس بامتلاك يد فيما يحدث بالمستعمرة القديمة لإيطاليا ترجمة نانسي قنقر